أكد القضاء الفرنسي أن جثة المرأة التي فجرت نفسها خلال عملية السندونية النوعية تعود فعلا للفتاة الفرنسية من أصل مغربي حسناء أيت بولحسن بولحسن تربطها علاقة بالجهادي والعقل المدبر لاعتداءات باريز عبد الحميد أبعود الذي قتل هو الآخر خلال العملية التي نفذت بناء على معلومات استخباراتية مغربية دقيقة السلطات الفرنسية تعمل حاليا على التعرف على جثة ثالثة عثر عليها هي الأخرى في شقة سندونية ولا تزال السلطات تبحث عن صلاة عبد السلام الذي يشتبه بأنه أحد منفذ اعتداءات باريز التي أوقعت 129 قتيلان فرنسا لا تزال تحت الصدمة بعد مرور أسبوع على الهجمات الإرهابية والفرنسيون يواصلون التوجه إلى من أمام مصرح الباتاكلون حيث يضعون باقات من الورود ويشعلون الشموع ترحما على أرواح الضحايا موسيقى موسيقى